اجتماع سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافايل جروسي وذلك على همش أعمال الدورة العادية الخامسة والستين للمؤتمر العام للوكالة في فيينا وتناول الاجتماع بحث علاقات التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة بما في ذلك أهمية تفعيل التعاون ودعم الجهود الدولية المشتركة لدرء المخاطر والتهديدات النووية وتفعيل خطط الطوارئ وكذلك مناقشة القضايا الملحة العالمية المتصلة بتأثيرات التغير المناخي وسبل تعزيز دور الاستخدامات السلمية للمواد النووية من جانبه أثنى السفيرة الدكتور يوسف بوشيري المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البيان الصادر عن المجلس الوزري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عبر عن القلق من استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها برفع نسب تخصيب اليورانيوم وضرورة عودتها للتعاون الكامل مع الوكالة والتأكيد على ضرورة أن تجتمل مفاوضات الملف النووي الإيراني وأية مفاوضات مستقبلية على معالجة المسائل المتصلة بسلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة